السلام عليكم مرحبا بكم درس جديد من درس الباجع اكاديمي بالنسبة اليوم هذا الفيديو هذا هو تتمى الفيديو اللي كنا بدينا على اليتابلو إذا كنا تتكلمنا على كونسفان كيفاش نجمع بزاف ديال اللي سيليل اللي كنين في دي كولون مختلفين اليوم غدي نشوفو كيفاش نجمعوا اللي سيليل اللي كنين في ديالين مختلفين بيونا اليوم غدي نخدمو بلاتخي بي روس فان إذا باش نخدم بهد لاتخي بي هذا نفترضو أنه هنا عندي واحد الكولون واحد الآخر سميتو فاكتور هكذا غدي نزيد نوما المنكو كان هاد النمير والفاكتور مصاوين في الول غدي يكون هنيا عندي الخانات خاويين إذا غمشي نصوب خانات خاويين هنا فيهم كاملهم هنزيد واحد الخانة هنيا غير باش نحاول نبيل لكم شنخصنا نديرو ممكن نديروها بلا هاد شكل هادا هنزيد خانة خاوية هنا ياتي فوت وف دائر لولا فلالين لولا فلالين تانية وفلالين تالتا هنزيد خانة خاوية هنا وهنا 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 وما هادو دب افترضت على أساس أنني كيف كنا قلنا في الفيديو اللولاني على أساس أنني صوب طابلو عادي كاملو الخانات ديالو كامل كينين هاد يلا غدي مبدأ نجمع قبل ما نجمع غادي نجيل هنا لهذا البلاصة هادي وغادي نكتب الرقمة الفاكتور متعنا نجيل لهذا البلاصة هادي هنزيد لولا نيفت بادي اهو التبادي بدلين من هنا وهذا اول سطر هنا اول خانة ها هو البادي من هنا بدأ هذا هو اول سطر وهذه اول خانة اذا هنجي هنا ونكتب مثلا اف اين ونجعل هاكدا مثلا هذا هو رقمة الفاكتور اكتياليزة افترضوا معي انني بغيت هاد نيمغو الفاكتور ياخد لي هاد ثلاثة الخانة هادو كاملون اشنو غادي ندير هادي نمشيل هنا وغادي نكتب ان هذا هاد خانة هادي فيها رو سبان كتساوينا ثلاثة مقاش دفعا مبقاش دفعا محدود دور الا درت رو سبان حين تشهد ثلاثة ارعوضة لي ها هنا وهنا وهنا ها ثلاثة الاسطر هادي ندير اكتياليزة هادي لقاء انها عوضاتهم بالنسبة لي لا يمكن أن نقوم بربعة هنا أريد أن نقول لكم أنه لا يمكن أن تطير هذه الطريقة إلى مستعمل تاي بادي مع تاي بادي مع تاي فوت و تاي هد لا يمكن أن يخرج الهادرو سبان من هاد تاي بادي حيث ياللي جامع كل شيء ممكن أن يكون لدينا 1 تاي اغ هنا ممكن أن نجمعهم ولكن ديما ستبقى في البادي بمعنى الفوت مع مركز يقدر تجمعه مع البادي بادي برو سبان إذا نرضو البال لكن تبغيتوا تديروا بحل ما كده بمعنى بغيتوا تجمعوا هاد هاد السميد هوم هاد لي سيلي كامل هوم اللي على الجنب مخصتكم شكونوا مستعملين تاي هاد تاي بادي تاي فوت خصي يكون غير تاي اغ مع لي تاي دي و تاي اش بمعنى عاديين طابلو عادي بحل اللي شفنا في الفيديو اللي أولاني إذا باش نكمل آخر حاجة أنا هاد توطال هادي لاحظنا انها ملاسكينة هنا و عنا هاد الخانة خاوية إلا بغينا نجمعها مع هادو إلا عقلتم معي احنا عنا في التوطال ثلاثة دياللي كولون ها واحد ها جوج ها ثلاثة و غنزيدو عليهم دابا هاد الكولون هادا إذا غاي وللي 4 إذا امشي البلاسة اللي فيها التوطال تاي فوت ها هي و غادي ندير اربعة او جي ستخي اكتياليزي شوفو هنا اش ندرنا اه نوم المون دات ربعة صحيحة ولكن نسيت محيتش تاي دي حينت الى دارت الربعة هنا مع هاد تاي دياللي كانت هنا ايا خمسة و مع هاد ستة هاد شي لاشطانة الخاطة بالنسبة لها بغادي يتصلح خاطة اكتياليزي او اعطاني الخانة ديالي فيها اربعة ديال لكولون بالنسبة لهاد تاي فوت ماشي بضرورة تبقى هنا ممكن انكم تحيدوها من هنا تيروها بالتحت مورا تاي بادي هاكذا هادي غير في الشرح فاشكنا درنا فاشكنا درنا اول مرة قرنا انه في مكانة البلاسة دياله رغدي تجيل تحت اذا كان هذا هو اله الفيديو الخاص ببرو سبان اه متمنى انه يكون هاد اللي دوزات خيبي ديالك و سبان رو سبان انفهمين دابا اه حاولوا حاولوا تعمقوا فيهم حاولوا ديرو اه ديرو دي طابلو فيزيونيوهم و نوصيكم بالنسبة اللي باقي مفاعل مش مزيه ممكن انكم تستعينوا بالورد ممكن انكم دخلوا مثلا الورد اختار واحد طابلو بحل مثلا هالطابلو ديال نحنا في خمسة اللي سليلة لخمسة كيف اجدرنا له هاد شي هو اللي مهم انك تعرف خاصك تصاوب عندك تائغ لولة تانية تالتة رابع خمسة غادي يكون عندك خمسة ديال تائغ وسط من هاد تائغ غادي يكون كولو اللول تاني تالتة الرابع الخمس و عد شنو درنا درنا واحد كول سبان ديال ربعة بحال ما يكدا درنا كول سبان ديال ربعة و درنا رو سبان ديال ثلاثة ولكن كي بقى هالطابلو هادا ان لاباز ديالو بدالينا بخمسة لي كولون على خمسة لي لين هي اللي مهمة بزاف عاد من بعد تبدأ تحيد هادو كالتادي والتائغ هالشي بنسبة للاشتايمين غير اللي في الوردكاس اعطيك فكرة على شحال من اللين غادي يكون وشحال من كولون هادا هو اللي مهم شكرا على التتبع ديالكم نقدرون نزيدوا ان شاء الله واحد فيديو اخر نديرو فيه غير بحال تمرين خاص بالطابلو هادين ناخدو شي طابلو يكون معقد وننصوبوه نحاولو اننا نخرجو منه للي رو سبان ولي كول سبان لي فيه ويكون بحل الإجرسيس غير شكرا على التتابع ديالكم شوفكم في فيديو اللي جاي ان شاء الله